أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة الحديد في هذه الدورة المباركة دورة الأترجة هذه السورة العظيمة سورة تتحدث عن وجوب الإيمان وبيان آثاره ألم تسمعوا قول الله عز وجل فيها آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وقوله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ثم يبين الفرق بين المؤمنين وغيرهم في سرعة الإنفاق والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويبين الفرق بين المؤمنين والمنافقين في يوم القيامة وأن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وأما المنافقون فإنهم يتظاهرون بالإيمان في الدنيا ولكن الله يفضحهم يوم القيامة ثم يؤنب ويعاتب الذين يرغبون في أن يكونوا من أهل الإيمان وهم مع ذلك قليل الخشوع ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إلى آخر ما هناك في هذه السورة التي تحض على الإيمان وتؤكد عليه وتبين آثاره وتبين الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق فهي سورة تأمر بالإيمان وتحث عليه وتذكر آثار هذا الإيمان ولوازمه وهذه السورة اختلف العلماء خلافا شديدا في مكيتها أو مدنيتها هل هي مكية أو مدنية والحق أن الإنسان يحار عندما يقرأ هذه السورة ففيها آيات لا إشكال في أنها مكية وفيها آيات لا إشكال في أنها مدنية ولذلك صارت هذه السورة بين المكي والمدني فأولها واضح أنه من الآيات المكية لأن فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وبيان اطلاعه على أحوال الناس والأمر بالإيمان وفي وسطها ذكر للمنافقين وما يتصل بهم وفي آخرها ذكر لأهل الكتاب وما ابتدعوه في دينهم فهذه أمور تتنازع هذه السورة ولذلك رجح الطاهر بن عشور وجماعة من المفسرين أن هذه السورة فيها ما هو مكي وفيها ما هو مدني قال الله عز وجل في افتتاح هذه السورة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله التسبيح هو التنزيه وقد نزه الله عز وجل كل شيء من الكائنات ما في السماوات وما في الأرض والتسبيح نوعان تسبيح مقالي وتسبيح حالي فأما التسبيح المقالي فهو أن يتلفظ أن تتلفظ المخلوقات بلفظ التسبيح كل بلغته قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا وأما التسبيح الحالي فكل شيء في الكون يدل على عظمة الله وعلى تنزيهه عن النقص والعيب ومشابهة المخلوقين والتسبيح مما أجمعت عليه الكائنات كما قال شيخ الإسلام بن تيمية أربع أجمعت عليها المخلوقات السجود والإسلام والقنوط والتسبيح قال الله عز وجل سبح لله لاحظوا يا إخواني أن السور المسبحات هي هذه سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابل خمس سور في القرآن يقال لها المسبحات وأما السور التي افتتحت بالتسبيح في القرآن فهي سبعة أولها سورة الإسراء ثم هذه الخمس وآخرها سورة الأعلى وقد جاء التسبيح في أوائل هذه السور بالصيغ الثلاث أو الأربع صيغة المصدر والماضي والمضارع والأمر أما المصدر ففي قوله سبحان الذي أسرى بعبده وأما الماضي ففي سورة الحديد والحشر والصف سبح لله وأما المضارع ففي الجمعة وفي التغابل يسبح يسبح وأما الأمر ففي سورة الأعلى سبح ومجيئه بهذه الألفاظ وبهذا التغير يدل على عظمته وأهمية منزلته حيث جاء متعددا وملونا بهذه الألوان قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم العزيز الذي له العزة الكاملة عزة القهر فهو قاهر لكل شيء وعزة القدر فقدره عزيز عالي وعزة الامتناع وهو أنه ممتنع على من أراده بسوء والحكيم الذي له الحكم والحكمة فله الحكم القدري وله الحكم الشرعي وله الحكمة البالغة فلا يضع شيئا إلا موضعه وهذا كأنه جاء في موقع التعليل للتسبيح فكأنه يقول سبحت هذه الخلائق لله عز وجل لأنه العزيز ولأنه الحكيم واقتران اسمين من أسماء الله عز وجل فيه معنى زائد على مجيء الاسم مفردا فعزة الله مقرونة بحكمة وحكمة الله مقرونة بعزة لأن من المخلوقين من يكون عزيزا لكنه يفتقد الحكمة ومن المخلوقين من يكون حكيما لكنه يفتقد العزة أما الله فله العزة الكاملة والحكمة البالغة جل جلاله وتقدست أسمعه ثم أثنى على نفسه العظيمة بقوله له أي وحده لا يشاركه في ذلك أحد ملك السماوات والأرض يحيي ويميت أي أمر الإحياء والمات بيده وليس بيده أحد سواه وهو على كل شيء قدير وهذه لا استثناء فيها قدرته تامة نافذة في كل شيء هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء يعني أحاط بكل شيء فهو السابق على كل شيء الآخر بعد كل شيء الظاهر العالي على كل شيء الباطن المطلع على كل شيء فما بقي شيء إلا وهو في قبضته وفي ملكه وتحت تصرفه جل جلاله وهو بكل شيء عليم ولاحظوا التأكيد على علم الله عز وجل في هذه الآيات ولذلك سيأتي بعدها ما يدل على أن المعية بمعنى العلم لأنها سبقت بذكر العلم قال وهو بكل شيء عليم وعلم الله علم تام واسع ما ترك شيئا إلا انتظم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى واسع كل شيء رحمة وعلم قال الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات التي نراها بأعيننا أو نرى السماء الدنيا منها بأعيننا والأرض التي نحن عليها في ستة أيام سبحانه وتعالى ولو شاء لخلقها في لمح البصر ولكن لحكمة بالغة خلقها في ستة أيام قال بعض علم ليعلم خلقه الأنات والروية قال ثم استوى على العرش بعد خلقه للسماوات والأرض كان استواءه على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته أي على عليه واستقر استقرارا يليق وعلوا يسليق بجلاله وعظمته وليس هو بحاجة إلى شيء من خلقه بل العرش وجميع المخلوقات محتاجون إليه خاضعون له منقادون لعظمته جل جلاله وقد جاء الاستواء في القرآن في ستة مواطن أثبت الله عز وجل أنه مستوى على العرش ومع تردد هذه المواطن إلا أن المؤولة أولوه بمعنى قبيح لا يليق بالله عز وجل لو تدبروا ذلك الذي تأولوه إليه لكفوا ولم يتكلموا وأحسن المذاهب في ذلك مذهب السلف رضوان الله تعالى عليهم وهو إثبات الاستواء من غير تحريف ولا تكيف ولا تشبيه ولا تعطيل والإمام مالك لما سئل عن الاستواء علته الرحضاء لأنه ما توقع أن أحد يسأل عن هذا المعنى المعلوم في كلام العرب فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول لا نعرف كيف استواء لأن معرفة الصفة فارعنا من معرفة الذات فإذا كنا لا نعرف ذاته فنحن لا نعرف صفاته يعني لا نستطيع أن نبين كيفياته وإن كنا نعلم معانيها والكيف مجهول والإيمان به واجب لأن الله ذكره في القرآن وهو من الصفات الخبرية التي لو لم تذكر لنا في القرآن ما تحدثنا فيها ولا أثبتناها لله عز وجل والسؤال عنه بدعة يعني السؤال عن الكيفية بدعة قال يعلم ما يلج في الأرض ما يدخل فيها من النبات والماء والأموات وغير ذلك وما يخرج منها من الماء ومن الزرع والثمر وغير ذلك وما ينزل من السماء ما ينزل من السماء من ماء ومن كلام الله عز وجل ونحو ذلك وما يعرج فيها يصعد إليها وهو معكم أينما كنتم الله معنا أينما كنا لا تخفى عليه من أمورنا خافية والمعية هنا هي معية العلم كما ذكرت لكم قبل قليل كيف أن الآية الماضية قال وهو بكل شيء عليم قال هنا وهو معكم أينما كنتم وختم هذه بقوله والله بما تعملون بصير مما يدل على أن المعية معنا بعلمه وهو أيضا معنا بسمعه وبصره ومعنا بحفظه ورعايته وكلاءته والمعية كما يقول علمان نوعا معية عامة للمخلوقات كلها كما في هذه الآية ومعية خاصة لأوليائه كما قال إنني معكما أسمع وأرى وقد تكون معلقة بالذات كما في قصة موسى وهارون وقد تكون معلقة بالصفة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال والله بما تعملون بصير أي بكل عمل من أعمالكم بصير يبصره ويعلمه ولا يخفى عليه منه شيء إن وقع في ليل أو نهار في سر أو علانية وإن كان هذا العمل عملا قلبيا لا يبدو لأحد أو عملا ظاهرا كله يبصره الله ويعلمه له ملك السماوات والأرض أي له وحده لا يشاركه في ذلك أحد وتقديم الجار والمجرور دال على الحصر أي له وحده بخلاف ما قال بخلاف ما لو قال ملك السماوات والأرض له لم يدل على هذا المعنى بهذا اللفظ وإلى الله ترجع الأمور إلى الله وحده كل هذه الأشياء سترجع إليه وتعود إليه ولا تعود إلى أحد سواه وكأن هذا نوع من أنواع الاستدراك الخفي لأنه قد يقال ألسنا نرى الناس يملكون والمخلوقات يكون لها ما تملكه نعم لكن هذا الملك ليس ملكا حقيقيا بدليل أنه قد تذهب هذه الأشياء منه فلا يدرون أين ذهبت وقد تنتزع منهم وقد ينتزعونهم منها وكلهم هم وما يملكون سيرجعون إلى مالك حقيقي وهو الله جل وعلا قال الله جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هذا من كمال تصرفه ومن تمام حكمته التي أبداها في أول الآيات فقال وهو العزيز الحكيم يولج الليل في النهار أي يدخل الليل في النهار كما قال في الآيات الأخرى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل فيزيد مرة من هذا من الليل وينقص من هذا ويزيد من هذا وينقص من هذا وما يزيد هذا وينقص هذا ولا يغير ذاك بحكمة ودقة وحساب إلا الله سبحانه وتعالى وهو عليم بذات الصدور أي من تمام علمه جل جلاله أنه يعلم ما يقر في الصدور وما تكنه تلك الصدور قال الله جل وعلا آمنوا بالله ورسوله بعدما قرر هذه القواعد وهذه العقائد العظيمة ومدح نفسه العلية بهذه المدائح الحقيقية التي يستحقها جل جلاله أمر بالإيمان فقال آمنوا بالله ورسوله أي الذي أرسله إليكم وحمله هذه الرسالة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سنلاحظ في هذه السورة الأمر بالإيمان وما يقوي هذا الإيمان الأمر بالإيمان وما يستلزمه ذلك الإيمان لأن الإنسان لو قال أنا مؤمن فقلنا له أنفق في وجوه الخير قال لا يعني أنا حدي الإيمان نقول لا هذا الإيمان المعرفي الذي لا يثمر نتائج حقيقية من الصدقة والإنفاق في نصرة الدين وفي إعطاء المستضعفين من المؤمنين هذا ليس إيمانا لأن الإيمان ما لم يشرق في قلب إذا لم يبدر من الإنسان أعمان صالحة لم يشرق في قلب صاحبه الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل كما قال الحسن البصري رحمه الله قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سبحان الله انظر كيف يأمرنا بالإنفاق في المال ويحثنا عليه بطريقة خفية يقول هذا المال ليس لكم إنما أنتم مستخلفون فيه الله قد جعلكم خلفاء عليه ينظر ماذا تصنعون هذا المال الذي عندك بليون ريال ليست لك وليس لك منها إلا ثلاثة أشياء ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وأما ما سواه صحيح أنه رقم عندك لكنه في الحقيقة ليس لك بدليل أنك تموت وتتركه فيأخذه من بعدك ويأخذه من بعدهم عنهم وهكذا يستمر هذا المال يتداول في أيدي الناس والله يبتلي به العباد فمن العباد من يري ربه من نفسه خيرا ومنهم من يكون جموعا منوعا خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا نسى الله العافية والسلامة قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير جمع بين الإيمان ولازمه وهو النفق ثم حثهم على الإيمان وحذرهم من تركه فقال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ما الذي يمنعكم ويحجزكم عن الإيمان وهذا رسول الله بين أيديكم يدعوكم للإيمان بهذا الرب لاحظوا كيف قال ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم هذا الرب الذي رباكم وأنعم عليكم وأعطاكم وأكرمكم وأنعم عليكم بنعم ظاهرة وباطنة هو الرب الذي يجب أن تؤمنوا به وأن تسلموا الأمور إليه وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين أخذ ميثاقكم بالإيمان قيل إن هذا الميثاق هو الميثاق الذي أخذ على ذرية آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم ومن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ينزل على رسوله آيات من عنده وهذه الآيات ظاهرات في الدلالة على أنها من عند الله وفي الدلالة على الحق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وعلى ما يجب أن تعتقدوا وتؤمنوا به ليخرجكم من الظلمات إلى النور هذه الآيات ما أنزلت لتكون تسلية أو عبثة أنزلت لتكون سراجا وصراطا ونورا يوضح لكم الحقائق يخرجكم الله بها من الظلمات ظلمات الشك والشهوات والشبهات والنفاق والكفر والتردد إلى نور الإيمان ونور الحق والهداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا به قال وإن الله بكم لرؤوف رحيم أي ما أنزل الله عليكم هذا الكتاب إلا رحمة بكم ورفقا بكم لكي تلتذوا بحياتكم وتغنموا السعادة في دنياكم وأخراكم ولاحظوا يا إخواني كيف عقب هذه الآية باسمي الرؤوف والرحيم وفي سورة الرحمن قال الرحمن علم القرآن لتستدل بذلك على أن أعظم رحمات الرب على عباده إنزال هذا الكتاب قال الله عز وجل وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ألم تروا في الآية السابقة قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا فلما انتهت الآية قال وما لكم لا تؤمنون بالله فذكر الإيمان ومبرراته وموجباته ولما انتهى منه عاد إلى الإنفاق فقال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ما الذي يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله لنصرة دين الله ومن أجل الله في كل ما أمر الله أن ينفق فيه ولله ميراث السماوات والأرض اعلموا أن هذا المال سيأول إلى الله سبحانه وتعالى فالله مستخلفكم فيه ينظر ماذا تصنعون به فهو يتقلب بعيد الناس فمن الناس من يبذره في سبيل الله ومن الناس من يبذره في سبيل نفسه وشاواته ومن الناس من يبذره في سبيل الشيطان نسأل الله العافية والسلامة قال ولله ميراث السماوات والأرض ثم بيّن أن الإنفاق مختلف وأنه ليس على درجة واحدة بل الإنفاق في وقت يكون الإيمان فيه قويا خير من الوقت الذي يكون فيه الإيمان ضعيفا بمعنى أن الأوقات ليست واحدة في وقت يؤمن الإنسان لأنه اقتنع بالإيمان وليس لأن الناس عامنوا هذا وقت يكون فيه الإيمان قوي في قلبه هو وهو ضعيف في بيئة الناس فالإنفاق في هذا الوقت أعظم من الإنفاق في الوقت الذي يكون فيه الإيمان جاء تبعا لإيمان الناس لماذا؟ لأنك لما آمنت بعدما آمن الناس ما كانت لك مزية السبق كما جاء في سورة الواقعة والسابقون السابقون وسيأتي في هذه السورة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ولذلك قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن فرق بين من يبذل والدين في ضعف وهو غريب ونبيه غريب ولا تجد عليه أنصارا ولا أعوانا وبين من يبذل والدين قد مضى وانتصر وارتفعت رايته وقام سوقه لا يستويان ولذلك عندنا فرق بين المؤمنين من الصحابة قبل صلح الحديبية وبعد صلح الحديبية أو قبل فتح مكة وبعد فتح مكة لا يستوي هؤلاء وهؤلاء ولهذا اختلف من قبل الفتح وقاتل هل هو فتح مكة أو صلح الحديبية والظاهر أن الفتح هنا هو فتح مكة الفتح هنا هو فتح مكة قد حصلت خصومة بين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مرة وعبد الرحمن بن عوف فاشتكى عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لقيه من خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركون لي أصحابي أو قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده أو فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا ما بلغ المد ولا نصف المد كيف؟ لماذا؟ لأن السابقين الأولين الذين نصروا الدين في حال ضعفه لا يمكن أن يقاسوا بمن جاء بعد ذلك وكان حالهم دون ذلك وهكذا يا إخواني نقيس هذا على المشاريع الخيرية قد يقال سيقام مشروع لمثلا إقامة قناة فضائية باللغة الفلانية مثلا فبعض الناس يقول ما ندري تقوم ولما تقوم الله أعلم قد تقوم وقد ينفع الله بها وقد لا ينفع وقد يكون هذا المشروع في النهاية ما يؤدي ثمر المرجوة فيبذل أناس ويحجم آخرون ثم ما هي إلا أشهر أو سنوات فيقوم هذا المشروع وينفع الله به فيتقاطر المحسنون على دعم هذا المشروع هل يستوي الذين أنفقوا في يوم كان هذا المشروع غيبا وكان شيئا مكتوبا في الورق وليس هو موجودا في الواقع مع الذين دعموه بعد أن صار شيئا مذكورا وصار شيئا قائما معروفا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظموا درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن يعني لا يعني ذلك أن الله عز وجل يحرم الآخرين ولا يعطيهم أجرهم بل يعطيهم أجرهم موفرا لكنه لا يسوي بينهم وبين الذين تقدموا بالفضل والخير قال الله عز وجل وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير أي لما كان العلم هنا علما خفيا قال والله بما تعملون خبير ثم رغب في النفقة فسماها باسم عظيم ووصفها وصفا كريما يرغب فيها عباده فقال جل من قائل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقرض سمى النفقة في سبيله قرضا لماذا؟ لأن القرض مسترد وإذا كان على كريم فإن الإنسان يطمع في أن يرد أضعافا مضاعفا حتى يطمع إن الإنسان أن هذا المال لم يذهب وإنما قد ذهب عند من لا يضيع عنده شيء وعند من يكرم من أقرضه سبحانه وتعالى وهو غني عن خلقه فالله غني لكنه سمى هذا قرضا ترغيبا لعباده واستنباطا للحب منهم ربك يستقرضك يعني عندما أقول لك يا فلان جاءك صديقك الفلان يستقرضك وأنت ما عندك إلا مئة ريال وجاءك أبوك يستقرضك ماذا تفعل؟ ما تقدم أحدا على أبيك لما ترى ما له من النعمة عليك إذن فماذا لله عليك من النعمة؟ كل النعمة منه وحده وما بكم من نعمة فمن الله فإذا استقرضك هذا الذي أنعم عليك هل تتأخر؟ إن في هذا أعظم الحفز والترغيب في أن يتصدق الإنسان وينفق لأن ربه يستقرضه وهو الغني سبحانه وتعالى عنه قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وفي سورة البقرة فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر الإيمان ولوازمه من الإنفاق مبينا الجزاء ما هو الجزاء؟ أنت آمنت وبايعت على الإيمان وأنفقت حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك اسمع ما هو جزاؤك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات أي أذكر ذلك اليوم الذي ترى فيه المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم النور يسعى بين أيديهم وأيضاً وأيضاً هو بأيمانهم يشع من هذه الأيمان سواء قيل إنه في كتاب بأيمانهم أو قيل إن اليد نفسها فيها نور وهذا ظاهر ظاهر الآية أن النور في اليد وهذا النور يسعى بين أيديهم فيبصرون به طريقهم عندما تقع الظلم العظمى يوم القيامة لأنه تقع ظلمة حتى لا يرى أحد شيئاً فيضيئ فيعطي الله عز وجل المؤمنين نورهم بأيمانهم فيضيئ لهم كل شيء أمامهم ويهتدون قال يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبشروا لأن لكم عند الله عز وجل جنات وليس الجنة تجري من تحتها الأنهار ولكم فيها الخلود والبقاء الدائم ذلك هو الفوز العظيم في ذلك اليوم الذي يعطى فيه المؤمنون أنوارهم بأيمانهم ويسعى نورهم بين أيديهم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيرجعون فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من كبره العذاب يقال إنه في ذلك اليوم تقع الظلمة فينور للمؤمنين فيسيرون ويسير معهم المنافقون ثم يكون النور بالأيمان وينطفئ نور المنافقين فعند ذلك ينادي المنافقون أهل الإيمان ويقول لهم انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم ألسنا كنا معكم في الدنيا؟ وهذا من أعظم مكر الله بهؤلاء المنافقين كانوا في الدنيا تظاهرون بأنهم مع أهل الإيمان لأنه ينقسم الناس ثلاثة أقسام أهل الإيمان في صعيد وأهل الكفر ينقسم الناس إلى فريقين فريق الكفار والمؤمنون يحشر مع المؤمنين المنافقون لأن كل من ادعى وتظاهر الإيمان يحشر وكل من تظاهر بالكفر يحشر وحده فإذا وقعت الظلمة نور الله للمؤمنين فأصبح نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وعند ذلك ينطفئ نور المنافقين فلا يبقى لهم من النور شيء وهنا ينادون يقولون انظرونا نقتبس من نوركم فيقال لهم ارجعوا إلى المكان الذي كنتم فيه فالتمسوا نورا النور هناك وراكم فالتمسوا نورا فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وهو من قبل أهل الجنة وظاهره من قبله باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فلما يحال بينهم وبينهم ما يبقى إلا الصوت هم الآن لا يرونهم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى كنتم معنا لأبدانكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم تربصتم بنا سوءا وبمحمد صلى الله عليه وسلم موتا وبالدين هزيمة وفناء وغرّتكم الأماني وغرّتكم الأماني تسوفون وتقول سيكون وسنفسنا وانا سنفعل ونريد أن نستمتع بهذه الحياة غرّتكم الأماني حتى جاء أمر الله وهو الموت وغرّكم بالله الغرور وهو الشيطان ما زال يزيّن لكم ما أنتم فيه من الباطل حتى أوقعكم في مصيدته فأنتم الآن تحشرون معه فاليوم لا يؤخذ منكم فدية تريدون أن تفتدوا من العذاب لن يؤخذ منكم أي فدية ولا من الذين كفروا وهم من حشرتم معهم ولقيتموهم في الدار التي أنتم فيها وهي دار العذاب مأواكم النار هي مولاكم هي التي تتولاكم وتقوم على شأنكم فتعذبكم يطوفون بينها وبين حميم آم وبئس المصير قال الله عز وجل ألم يألي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كان بيننا وبين أن عتبنا بهذه الآية ما كان بين إسلامنا وبين أن عتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين وأنا أقول لنفسي منذ متى دخلنا في الإسلام وكلفنا بهذا الدين ومع ذلك تمر بنا الأيام والشهور ونحن ما ذقنا لذة الخشوع ولا أصبحنا فيها من الخاشعين يقول الله عز وجل ألم يأني ألم يحم ويأتي الوقت لهؤلاء الذين يقولون آمنا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فإذا قرأ عليهم ذكر الله وهو القرآن أو ذكر الله أو ذكر الله خشعت قلوبهم شعرت أبدانهم ودمعت عيونهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون مثل الأمتين الضالتين اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب من قبل أي من قبل هؤلاء المؤمنين فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم أصابتهم القسوة التي فقدوا معها الخشوع نسأل الله العافية والسلامة وكثير منهم فاسقون ما ذكروا أنفسهم ولا راجعوا كتابهم ولا وعظوا قلوبهم فطال عليهم الأمد ولذلك ينبغي للمؤمن يا إخواني أن يتعاهد قلبه وأن يرتاد مجالس الذكر التي ينبت الإيمان فيها في القلب كما ينبت البقل والله يا إخواني أن الإنسان ينبغي له أن يسعى سعيا حثيثا في طرد هذه الذنوب وتنقيح هذه القلوب وزرع هذا الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب يبلى كما يبلى الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم هذا الحديث فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فنحن نسأل الله دائما نجدد الإيمان في قلوبنا ولا نقصد للإيمان تلك المعارف التي يعرفها الإنسان ويعقلها لكنها لا تثمر حرارة ولا دفء ولا يظهر لها أثر فالقلب لا يخشع ولا يطمئن ولا يسكن ولا يلتذ بذكر الله ولا يلجأ إلى الله ولا ينطرح بين يدي الله ولا يفتقر إلى الله ولا يشعر بأن لذته وسعادته هي بعبوديته الكاملة لله عز وجل وكثير منهم فاسقون أي متمردون خارجون عن الطاعة ثم قال آية فيها إشارة عجيبة اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فالله عز وجل يحيي الأرض بعد أن تكون ميتة عندما ينزل عليها المطر يعني أن يحيي قلوبكم بما ينزله عليكم من الوحي فلتيأسوا من روح الله فإذا رأيت من قلبك قسوة فارجع إلى كتاب الله ولي قلبك بكلام الله عش مع هذا الكتاب في ظلمة الليل وفي جنح الظلام بعد النوم وقرأه قراءة من يبتغي الهداد فيه ويرى أنه لا يمكن أن ينجو إلا به قال الله عز وجل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قد وضحنا لكم الآيات إن كانت لكم عقول وهذا يدلنا على أن الإسان ينبغي له أن يغوص على المعاني ويتبين لأن ظاهر الآية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها نعم هذا حقيقة لكن ما المقصود منها يحيي قلوبكم بعد أن تكونوا مواتا وذلك بما ينزله عليها كما ينزل على الأرض الميتة المطر فتحيا وتنبت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلبي وقلوبكم وأن ينور قلبي وقلوبكم وأن يصلح قلبي وقلوبكم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك